بعد أربعة سنوات من الغياب وأكثر من عام انقضى في محاولات لملمة شتات البرلمان اليمني يعود الحديث مجددا إلى الواجهة بعد لقاء الرئيس هادي في الرياض بأعضاء البرلمان المؤيد للشرعية تحدث هادي عن أهمية تفعيل الدور الإيجابي لمؤسسة البرلمان وتحدث الجميع عن أهمية إعادة ترتيب أوضاع المجلس وانعقاد جلساته وانتخاب هيئة رئاسة جديدة خصوصا أن رئاسة البرلمان الحالية لتزال بيد يحيى الراعي الذي لا يزال يخاطب العالم من خلال منصبه كرئيس للمجلس رغم ما يمثله انعقاد هيئة مجلس النواب في هذا التوقيت وفي هذه الظروف من أهمية في إدارة المعركة سواء على المستوى الرقابي لأداء الحكومة أو لإقناع العالم أن البرلمان لم يعد مختطفا بيد الميليشيا إلا أن بعض الأصوات تذهب إلى أن انعقاد البرلمان في الرياض دون عن الأرض المحررة في اليمن يؤكد أن السياسة السعودية لا تزال تحرص على إخضاع القرار اليمني لمزاجها متجاوزة قضايا سيادية كمسألة البرلمان وسواء عقد البرلمان في الرياض أو سيئون أو أي مدينة محررة فإن مهاما صعبة وملفات معقدة تنتظره كلما طال الوقت مراجعة أربع سنوات من الأداء الحكومي وإقرار موازنة الدولة وتحديد مسار المرحلة القادمة ومساءلة أعضاء الحكومة عن جوانب القصور والإخفاقات وخطوات كثيرة يتوجب على البرلمان الوفاء بالتزاماته اتجاهها والأهم من ذلك أن لا يتحول إلى سلطة ظل معزولة القرار والإرادة تكرس الإخفاقات الحاصلة الآن